بدأ هذا المتحف الصغير للمقتنيات التراثية بثلاث قطع فقط فهواية أبي عراق بجمع المقتنيات القديمة منذ أن كان في السادسة عشر من عمره دفعته إلى تأسيس متحفه الخاص داخل منزله على مشارف مدينة بعقوبة حتى صار يضم أكثر من ألف قطعة من التراث العراقي بيديت بيه بكث قطع إن شاء الله أربع قطع حيث قليلات بل 96-95 بيديت بيه بالبيت بيديت خلي القطع عندي ميز صغير خليهم به شوية شوية بيديت أعلم بالغراض شوية شوية صار عندي ميز زيني ثلاث موزة صار عندي غرفة مرور الزمن بالغرفة ألم شفت الناس قام تتراجع تيجي أشتر من العالم أي شيء تحفية قديمة صينية وغراض هذا الاسلاح القديم هاون دل أي شيء قديم متحف أبي عراق يضم قطعا وأدوات يتجاوز عمر بعضها القرن وكل واحدة منها شاهدة على حقبة زمنية من تراث البيوت العراقية كالأواني والأباريق المزخرفة وأجهزة الراديو والتلفزيون فضلا عن سيوف وأسلحة شاركت في حروب وثورات عندي سلاح قديم عندي شارك بثورة العشرين سلاح عندي شارك بحرب العالمين أسلاح قديم هم يشتريه وخصص المتحف للعرض لأن مقتنياته وبحسب صاحبه لا تقدر بثمن فيما يشهد زيارات من مختلف مناطق ديالة ومدن العراق كما يستذكر رواده خلال تجوالهم فيه عبق الماضي بثقافاته المتنوعة والله شيء حلو وجميل يعني نجي نتفرج على التراف مالتنا مالابانا مالحزانا يعني شغلات كل شيء حلو عراقي يعني واحد يذكر بها الماضي ويضم المتحف جدارا لعرض العمل النقدية القديمة كذلك فضلا عن صور لشخصيات عراقية مختلفة بعضها يعود إلى العهد الملكي فيما يسعى مؤسس المتحف إلى توسعته في المستقبل